على سفوح جبال الأطلس المتوسط شمالي غرب المغرب وفي بلدة البهاليل ما زالت هناك عائلات تعيش داخل الكهوف فاطمة أم لأربعة أطفال وزوجها عاطل تصف قصوة الحياة داخل الكهف بين شضف العيش والخوف من انهيار السقف لم تجد فاطمة خيارا آخر يقيها مرارة الحياة وضيق ذات اليد زرنا يامنا في كهف مجاور عجوز تقارب ثمانين لكنها تصر على حياة الكهف يامنا لا تعتقد بوجود شكل آخر من أشكال الحياة بعيدا عن مغارات الجبل جل المنازل هنا تشكل طوابق علوية للكهوف ورغم أن الفقرة والحاجة سبب اختيارها سكنا غير أنها تحولت بمرور مئات سنين عند البعض لموروط ثقافي يحتاج الصيانة والتأهيل لتصبح البلد مقصدا لسياحة من نوع خاص سياحة الكهوف محمد الشريبي من أبناء البلدة قرر الاعتناء بكهفه وتحويله إلى دار للضيافة لزوار تستهويهم غرابة المكان اكتسب محمد أربع لغات خلال سنوات من استقباله لزوار أجانب واجعل من كهفه مصدر رزقه وعيش أسرته بلدة البعليل أو بها الليل كما يناديها سكانها تضم حوالي مئة عائلة استوطن الكهوف ورغم أن الدولة وضعت مشاريعا لأجل إعادة إيواء سكانها غير أن البعض يطالب بتحويلها لنقطة جذب سياحي في منطقة ظلمها كثيرا القرب من مدينة فاس كانت من وزارة السياحة ووزارة التقافة ووزارة الإسكامسيات المدينة ووضع برنامج أجل تحويل الكهوف للمدينة البهايل إلى مزارات سياحية ودور ديافة لكي تكون قاطرة تنمية في المنطقة يقدم سكان الكهوف لزوارهم الحياة في صيغتها البدائية بدائية نحتتها الجغرافية قبل آلاف السنين في سفوح جبال الأطلس فتحولت لموروط تقافي يميز المكان فاطمة بغنبور الحرة بلدة البهايل نواحي مدينة فاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر